وسط ظروف دقيقة وقضايا تتطلع شعوب المنطقة إلى حلها جاء انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزق علي الغانم بحثا عن زخم جديد لمؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها البرلمانات جدول وأعمال المؤتمر التاسع والعشرين جاء متخما والقضية الفلسطينية فازت بالصدارة أتينا إلى هنا منفتحين منفتحة عقولنا وصافية قلوبنا ولنا عزيمة قوية بأن نخرج بقرار موحد ليس قرار يعتمد على الأقوال وإنما قرار يذهب إلى تفعيل هذه الأقوال إلى واقع عملي لن نكتفي بهذا القرار هنا وإنما سنشكل مجموعات عمل تذهب إلى كل المحافل الدولية ويكون الشاغل الوحيد لها هي القضية الفلسطينية والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية الحضور البرلماني الكويتي كان لافتاً بدءاً بلجنة صياغة البيان الختمي ومروراً بلجنة إعداد النظام الداخلي للاتحاد وغيرها من لجان الاتحاد المختلفة والمساهمة الكويتية حضرت في قوانين ذات أولوية على مائدة البحث نجتمع اليوم وسط ظروف عربية دقيقة وملفات عالقة وقضايا تتطلع شعوبنا إلى حلها على أسس من العدالة واستعادة الأمن والاستقرار لمنطقتنا العربية وبالنظر إلى هذا الواقع الذي نتطلع إلى تغييره فمطلوب منا تكثيف جهودنا العربية الجامعة وتسليحها بالإرادة الصلبة من خلال إعادة الزخم لمؤسسات العمل العرب المشترك والتي نمثل نحن واحدة من أعمدتها عبر اتحادكم البرلماني قرار موحد حول القضية الفلسطينية وحلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان وتنسيق المواقف في المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تطلعات كبيرة تنتظر توافقا عربيا قبل الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد ترجمة نانسي قنقر